بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى رجعنا لكم تاني مع الفتاة وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول نريد أن تشرح لنا كيفية صلاة العيد أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن صلاة العيد ركعتين في خطبة قبل صلاة العيد ممكن تبقى خطبتين أو خطبة وحدة على خلاف بين الفقهاء الخطبة بتكون بعد صلاة العيد إنما الصلاة بيبدأ بها الإمام بيصلي ركعتين بقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات حضرتك تقول ما بين كل تكبيرة والتانية سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو أي تسبيح تحميد أو تكبير أو تصمت لا تتكلم وترفع صوتك بالتكبير الله أكبر ترفع صوتك بعد الإمام سبع تكبيرات في التكبيرة الأولى دون تكبيرة الإحرام وبعدين الإمام يقرأ الفتحة وسبح اسم ربك الأعلى في الركعة التانية بعد تكبيرة القيام الله أكبر يكبر الإمام خمس تكبيرات وترفع صوتك بالتكبير معه يقرأ في الأولى الفتحة والأعلى وفي التانية الفتحة والإيه والغاشية ركعتين وبعدين حضرتك تحضر مع الإمام خطبة العيد لأنها سنة عن سيدنا النبي طيب فتتني صلاة العيد يا عم الشيخ أعملي يجوز لك أن تصلي العيد في بيتك بعد انقضاء الصلاة لم تدرك الصلاة مع الإمام في المصلى ولا في المسجد ممكن تصلي بأولادك في البيت وتمتد صلاة العيد إلى قبيل صلاة الظهر تصليها لأنها صلاة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفقهنا وإياكم في دينه ويعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات واجعلنا من المقبولين اللهم أمين أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته